موضوع يعني بعتبره يعني خاص بي أو عايزة نتكلم أنا شخصيا فيه تم اختيار الشيخ وليد آل إبراهيم ضمن أبرز 500 شخصية مؤثرة عالميا في صناعة الترفيه عام 2018 موقع فرايتي اختار شيخ وليد الإبراهيم من ضمن أهم 500 شخصية بتؤثر في صناعة الترفيه في العالم شيخ وليد يمكن أنا ما اتكلمتش عليه خالص قبل كده ولكن عايزة أقول لحضراتكو أن هذا الرجل ليس مجرد أحد ملاك هذه المجموعة اللي فيها 18 قناة ليس مجرد رئيس مجلس إدائي يعني من شخصية إدارية الراجل ده لما تقعد معه عنده رؤية عنده فيجن لما تقعد معه شيخ وليد يكلمك على رؤيته للإعلام عايز الإعلام شكله إيه عايز البرامج تبقى عاملة إزاي انتشار المحطات حم نتكلم على 18 محطة نجحة جوه المجموعة دي التغطيات الجغرافية وجود مواد للتسلية والإمتاع مختلفة سواء كانت أفلام أجنبية أو أفلام عربية أو أفلام هندية أو برامج إخبارية زي العربية والعربية الحدث ومحطات إقليمية زي أم بي سي مصر زي أم بي سي العراق هذا النجاح هذا الرجل دائما وانت قاعد معاه هو ما بيفكرشي أنه يعني شكل المحطة ويعني التمويل بتاقيه طبعا ده جزء مسألة ولكن بيفكر في أفق الإعلامي أنا آخر مرة قابلته كان بيتكلم كتير عالسوشيال ميديا شكل السوشيال ميديا مستقبل الإعلام حيبعمل إزاي التلفزيون مستقبله إيه قليلين شخصيات اللي شبه الشيخ وليد في العالم العربي بجد والله مش عشان الراجل ده أنا بشتغل في المحطات بتاعه ولكن هو فعلا عقلية مختلفة في مجال الإعلام لأن أنا بقالي 25 سنة بشتغل في المينة دي فشفت ناس كتير من اللي بتشتغل هذا الرجل عنده حب للموضوع ده عنده متابعة جيدة يعني ما تقعد تتكلم معاه هو عارف إيه بيتعمل فين ومين بيفتح فين والناس بتتفرج والأرقام إنه الناس بتتفرج قد إيه على السوشيال ميديا الناس بتفتح الفيسبوك قد إيه الناس بتتفرج على تويتر قد إيه الفيديوهات أما بتتشير الناس بتشوفها إزاي الناس مستقبل المشاهدة مستقبل الإعلام فكرة إنه عندك راجل عنده رؤية عنده فيجن فطبعا تم اختياره من أهم 500 شخصية موجودة في العالم في مجال الترفيه والأهم إنه في الفترة القادمة في تفكير لإنتاج أفلام إنتاج برامج مختلفة عمل محطات إقليمية مختلفة كبيرة تغطي مساحات ترضي أغلب الأزواق لأنه خدوا بالكوا العالم العربي ممتد من المحيط إلى الخليج ولكن في ثقافات في تذوق لمواد بعينها غير مواد أخرى فأنا بوهني الشيخ وليد وزي بقول لحضراتكم فعلا ما بعض معاه بتعلم وبستفيد بحس إنه عنده رؤية وبشوف الدنيا رايحة لفين وحتعمل إيه وشكل الشغل اللي أنا بعمله ده بعد سنتين ثلاثة المفروض أشتغل إيه خدوا بالكوا إحنا جيل من الإعلاميين موجود في منطقة مفصلية الإعلام التقليدي والإعلام اللي هو بقى اللي هو بتاع السوشيال ميديا وبتاع اليوتيوب وكل الحاجات دي لازم تعرف حياتك تبقى عاملة زي لازم تبقى عارف الإقاع بتاعك عامل زي يمكن أما جيت أعمل برنامج ده أعدت معاه قال لي عمر أنا عايز سرعة عايزين إقاع سريع عايزين الناس تعرف حاجات كتير تسمع حاجات كتير ومن وقتها فعلا وإحنا بنهتم جدا بالتنوع في هذا البرنامج بقى حي الشيخ وليد على هذا الاختيار وبهني مني ومن كل الناس اللي بتشتغل في مجموعة MBC تحكي